اهلا بكل امتابع الباش مدون والناس اللي عندهم رغبة ان هم يعرفوا اكتر عن تدكس جبيني كوم زي ما احنا عارفين باش مدون داخل اول مرة يبقى راعي اعلامي او يعمل تقطيع اعلامية ليفنت بتنظم في مصر معنا النهاردة في القاء خاص دكتور نوها جمال من فريق تنظيم تدكس جبيني كوم وتعتبر واحدة من اهم الناس في تدكس كوميونيتي في مصر اوكي احنا لولا اذا انا مصور او مش هايلة هي النظامة امريكية بتهدف الافكار اللي بتستحق الناشر ببساطة ان الناس جاد فكرة باعتم ازاي ان هما هيتلاقوا ان فيه كتيرة جدا عندها افكار كويسة وهيلة بس مشكلة ان الناس مش عارفين معنين مؤتمر بسيط بس بعد كده بدأ ان هو ينتشر فعلا وبدأت ان تادي بقى هو فعل اكبر كونفرنس ثقافي او علمي او معلوف في العالم كله من بات الارفينيات همسكوا الكريس اندرسن بعد كده بعدها فتر بدأ يعمل اللي هي اللي هي اكس اكس ديت اللي هي اندباندلي ارجنايز ايمن اللي هو ان هما عايزين يعملوا حاجة زي تدلايك اكبرينس بس بس في اماكن تانية بعيدة لان صعب ان كل واحد يروح يحضر المؤتمر في دابت لايف في كاليفورنيا فاللهو كان ليه ما ننشرش الفكرة لمجتمعات تانية الاماكن دالي كثير التمويل الاجنابي بشي تمويل من الموظمة دي بتديكوا اي فلوس ولا هو فعلاق Pam вид de this project لا هيا المنظمة غير هادفة لربحة الكلمة اللي هو يعني ما فيش اي تمويل ليهم احنا ما ندوره عالتمويل احنا البنار اندوره على التمويل احنا اللي بنروح لي الدولة وتناس المكتمية بالافكار دي ميدور على ناس دولا ونشرح لهم فكرة المؤتمر وبتلاقي حسد عندهم فعلا فبيحب لهم يدخلوا معاهم في مكتمع gdzieś ما فيش اي تمويل من برة حبك بيتمويل ببقاء مننا احنا وهو وفخر عمل فطو هو انت لما بتيجي تعمل عمل تطوعي بتعمله عشان انت حابق فكرة العمل التطوع عشان عايز تعمل حاجة جديدة تضيف حاجة جديدة مبقاش بس انت مقتصر على الدراسة والشغل والحاجات دي لا انت بتحب ان انت فاعل ان تساهم في المجتمع زي ماحنا انا حبيت فكرة تاد نفسها اللي هي الفكرة القايمة عن ان افكار بتستحق الناشر يعني انا ممكن اكون قاعدة في بيتي بس ممكن اتفرج على عالم مكان تالي بحيك خالص عني بس فكرته ممكن تلاقي صدق عني ان احنا عندنا في مصر في شوية مشكلة عم فقناك تعمل مقتمر لناستك كامل تد انت بتستفيد حاجات جديدة انت بتعرف اكسبرينس جديدة الناس بتيجي تقول عنها بتعرف اختراعات جديدة وحاجات جديدة بتلاقي ان في ناس سواء كانوا قدك او اجبر منك او اصغر منك بس الناس دي بدأت فعلا تدور في نفسها على الحاجة اللي هي بتعرف تعملها وحققتها وهو الموضوع مشرف وهي او مش موضوع مش كده الموضوع ان انت بتستفيد فعلا من اليوم بتتلعب افكار جديدة وانا ما قدش الموضوع انتشرب بني ناس وانا ما كناشنا احنا موجودين دلوقتي بنعمل فكرة بتادي اكسش بيه في المقتمر جديد اولا متجي تعمل كونفرنس تلكس بيازم بيهتمد عن الحاجات المهمة اللي هي السيم او فكرة اللي بانت الموضوع بيتكلم عنه وف نفس الوقت اللي سبيكرز اللي بيتتبعوا السيم دي في التركز بتاعتهم هحكلمك عن السيم بتاعتنا اسمها different perspective او منظور مختلف لان احنا حبينا نعمل الكونفرنس في مدينة شبين اللي هي بعيدة شوية عن الاضواء على خلاف طنطا او الكزاندريا او كايرو فحبنا لناس تبص المدينة بشكل مختلف وان فعلا ان فيه هنا مواهب وان فيه ناس فعلا تستهل ان هي تتعرض لناس وان ناس فعلا ناتشو اللي بقى هدف لكم ان انت حتى الناس تبص المنفية ب different perspectives في الصباح او ما الصباح او من ناس بدت robotic عنها فى ده دا كالسيم بتاعتنا ده from perspective قاعدنا فيها فترة كبيرة جدا عما توصدنا الاسيم عشان نبتدي نمشي عليها ان نمشي على اساسها عن الابنت بتاعنا اون هي دي تماما الساسة لنا هي دي تماما الاساسة لدينا. ها هي دي لانت بتاعنا بالابنت بتاعي. لازم كل فكرة معينة اما بالاسم للسبيكرز فحنا عدا نموحين من الاسم في له السبيكرز اللي وهمهم بابلكيشن وده اللي احنا منصوب باهتمامنا عليهم ان هم دول الهدف اللي احنا فبيبقى فيه أبليكيشن بيملوها واحنا منشوفوا الافكار دي بعد كنا بدين نفلطرها ونعمل معهم انترويوز وريهرسل ازان هما يقدموا فكرتهم دي للناس بشكل مبسط بنسبة فيه سبيكرز تانين احنا بندعيهم زي هما زيزي بتضيف كتير جدا للإفنت و بتضيف مصدقية كبيرة ليه فاللي هو اشرفنا هما بودين معنا وكمان بيستحوا نوع من الحوار بينهما بين اللوكال السبيكرز اللي ممكن يلاقوا صادق فكرتهم دي حاجة كويسة عند السلابرتيت فى يساعدهم من هما ازاي وصل فكرتهم بشكل أبعد كمان من حدود المنطقة على العالم ان كل توك بتتصور وتترفع على الانترنت لان زيان بقول تاد في الاول في الاختار هو اونلاين كميونيتي فالناس بطلق مش بس الناس اللي بتحضر الإفنت هاي اللي بتسمع توك لأ ممكن اي حد من اي مكان يسمع توك دي في اي مكان تاني ممكن الفكرة دي تعجبك كمان التوك بتترجم للغات تانية مختلفة على موقع تاني اولاك انا قبل كده كنت قبل ما ابتدي انظم التادكس خضرت قبل كده تادكس شفت تاد توكس بطير على الانترنت فده اللي خلاني احب ان اعمل تادكس يعني ليه بستبرر فيه هنا برضو ديس ممكن هما يطلعوا يقولوا فانا مكنت بتفرج على اي توك او بحضر اي تادكس ايبنت بطلع من بعد كل سجن او بعد كل توك يعني بحس ان يعني ما شاء الله او يعني اللي هو لأ يعني مدام الناس دي قدرت اللي هي تعمل اللي هي بتتحلم بيدا وتحققوا فليه لا انا ما عمش كده ليه برضو ما سعيش ورا حلمي واعتنق فكرة اللي انا عايزاها وعملها انا نفسي بقى ان الناس بيجي يحضروا احصلوهم فعلا الانسبريشن والامل والحاجات اللي انا فعلا حست بيها وانا بس مع التوكس انا حس اكيد ان احنا رعينا ده جدا بتادكس شبين بكم وانا فيه افكار كتيرة جدا وفيه من مختلف البلاد بس مش بس من شبين فشور متأكدة ان الناس هتطلعوا من الامنت فرحانة جدا مبسوطة وحاسن فعلا ان هي بضايا عبشة اليوم الوقت مبسوطة فاضر كان يوم وانجبنت الحلم اللي كلوكو بدعتوه هيتحاول حماس لحكا طبعا اكزايتت مستنية جدا فرغ صب اليوم السابت عشان ابتدي اشوف التوكس وشوف الاسبيكرز ان احنا تعبنا فعلا مع الاسبيكرز عشان ابتدي نعملهم الهرسل ونطلع التوك بافضل شكل ممكن التيم بتاعنا بجاد التيم الجبار وحنا عددنا كبير جدا عشان نتطلع بشكل احنا عايزينه فالهو يعني اتمنى يا رب ان اليوم يمر بخير ونس فعلا تحس ان هي استفادت وتطلع فعلا حسن هي ممكن تعمل حاجة افضل ممكن تعمل حاجة احسن اشتركوا في القناة